العين تقدم عشر التجديد والتجويد للشيخ إبراهيم أيوب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدي وحبيب المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طبعا يا سالة الكرام نحن في عشر التجديد والتجويد وشركاؤنا في هذه العشر المباركات من نووا الحج وقرروا أن يكونوا من الحجاج واتخذوا قرارا أن يدخلوا في النسك وأن يدخلوا في الإحرام وأن يكونوا من وفد الرحمن وأن يجيدوا اليفالة على ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه فلي معهم حديث خاص لكن هذا لا يعني إنك ما تسمعني أو إننا نسمع بعض كلنا لا إنما لخصوصيتهم ولجمالهم ولكمالهم عند الله سبحانه وتعالى أنا أحب أن أكلمهم في هذه الحلقة فأقول سبحان الله يوم التروية يوم ثمانية من ذي الحجة زمان كانوا العرب يروون الإبل ويحملون الماء لذلك سمي يوم التروية لكن نحن نحتاج في هذا اليوم أن نروي القلوب لأن الماء متوفر أن نروي الأفئدة لأن الطعام متوفر لأن كل شيء يشغلك متوفر فأرجوك أبقى تحفظ مني هذه العبارات حتى تكون من أهل العشر في ذلك اليوم في يوم ثمانية أقول أيها الحاج احفظ هذه العبارة أنت تفد على الله فكيف تفد على ربنا كأنك تراه لن يحدث منك هذا إنك تفد على الله كأنك تراه إلا إذا أدركنا هذا البعد الإلهي الجميل ألا وهو أنك من الإحرام إلى الإكرام مجرد إنك أحرمت أكرمت من الإحرام إلى الإكرام فتأكد إنه لما ربنا دخلك في الإحرام ما سوابك كذا إلا لأنه يريد أن يكرمك فأنت من الإحرام إلى الإكرام ثم تذكر مني هذه العبارة من التهيئة إلى التهنئة من التهيئة إلى التهنئة كل ما تهيئ نفسك يوم ثمانية فستهنئ نفسك في يوم عرفة كل ما تهيئ نفسك في هذا اليوم هتهيئ خالص لله تصفي كذا وتعفو وتصفح وتسامح وترح خفيف رشيق محلق سبحان الله وبالتجربة فإنك تهنئ نفسك بل يهنئك الله عز وجل سبحانه وتعالى في يوم عرفة وقد سبقت التهنئة ما بقي إلا التهيئة سبقت التهيئة من الله بأنه يقول انظروا إلى عبادي قد جاءوني كما قال صلى الله عليه وسلم أنهم جاءوا إلى ربهم وهم بتلك الهيئة وهم بتلك الطريقة والله عز وجل ماذا يفعل بهم بكل بساطة يقول اشهدوا أني قد غفرت له لأنه هو صاحب القرار وهو صاحب المغفرة سبحانه وتعالى جل في علا إذن من الإحرام إلى الإكرام ومن التهيئة إلى التهنئة وكذلك من عرفة إلى أين إلى العطق أنت لو شاهدت هذه الصور وعشتها فتأكد أنك ستدخل على الله سبحانه وتعالى وتفد عليه كأنك تراه فيا أيها الحاج أرجوك أرجوك في يوم ثمانية لا تنشغل بأحد إلا بقلبك لا تنشغل بأحد إلا بجوارحك لا تنشغل بأحد ولا تشغل بالك بشيء لأن هذه من الأعمال الصالحة فأنت قد دخلت في عمل صالح عظيم 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 جدا ألا وهو الحج إلى بيت الله الحرام وقد أكرمك الله بهذه الوفادة فأتقن الوفادة أرجوك من خلال أن تكون لله لا لغير الله لذلك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قلها من قلبك فستلاحظ أن الجبال تردد أن الوديان تردد أن كل شيء حولك يردد عند ذلك ستكون من أهل الوفادة على ربنا كما يحبه هو سبحانه وتعالى جل في علا ومن التجديد والتجويد في هذه العشر المباركات وبالذات في يوم ثمانية ماذا تفعل جدد الوفادة على الله لأن كثير من الناس بحج عدة سنوات فأبغاك تجلس تفكر كيف تجدد الدخول على الله في هذه السنة عندها تكون من أهل العشر بإذن الله سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات العين العالمية زوروا موقعنا على الإنترنت www.alain.com هذه الأرواح تناجيكا تقبالك نداً وشريكا وبطول العمر وبطول العمر تناديكا تقبالك نداً وشريكا وبطول العمر تناديكا تقبالك نداً وشريكا تقبالك نداً وشريكا